اشتركوا في القناة الانسان اللي كان عايش دوت يعني الانسان اللي عايش دوت يزداد ايمانا ويقينا فيما عند الله ويعرف ما الذي يحدث بعد الموت فيزداد زهدا في الدنيا ويزداد اقبالا على الاخرة وده اللي حصل مع مجموعة من بني اسرائيل حكى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في السلسلة الصحيحة ان جماعة من بني اسرائيل خرجوا فاتفقوا مع بعض قالوا ايه رأيكم ما تيجوا نروح المقابر ونتضرع الى الله سبحانه وتعالى ونلجأ الى الله ان ربنا سبحانه وتعالى يحيي لنا رجلا ميتا ويخرج لنا من القبر ويحكي لنا ايه اللي حصلوا بعد الموت لعلنا نتعذ ونتذكر ونقبل على الله اكثر من ذلك وبالفعل خرجوا ولما وصلوا الى المقبرة واحد فيه مقترح عليهم انهم يقوموا يصلوا ركعتين لعل وعصى ربنا يكرمهم ويخرج لهم هذا الرجل الميت هل الموضوع دوت حصل مرة واحدة ولا حصل اكتر من مرة موضوع احياء الموتة موضوع احياء الموتة ده تخيالوا وهجب لكم الادلة كلها من الكرآن موضوع احياء الموتة ده حصل حوالي ست مرات المرة الاولى لما تقرأ فيها في قصة قتيل بني اسرائيل فاكرين حضراتكم في سورة البقرة لما في واحد من بني اسرائيل ابن عمه هو اللي قتله والناس مش عارف مين اللي قتله فحصل تضارب وحصل مشاكل وفي ناس براء اتهموا في النم قتلوا الشاب بدوت ومحدش عارف المشكلة فين انت بتتحلل ازاي واذا بنبي الله موسى عليه السلام لما رحوا له قالوا العايزين نعرف مين اللي قتل هذا الرجل قال لهم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة في عناد بني اسرائيل وكثرة الجدال ووطب البقرة شكلها ايه طب لونها ايه طب طلها ايه طب شكلها طب حجمها فضلوا يشقوا على انفسهم فشق الله عز وجل عليهم المهم في النهاية توصلوا للبقرة بالمواصفات التي ذكرها لهم موسى عليه السلام قال جل وعلا واذ قتلتم نفسا فادارقتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فكنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون سيدنا موسى عليه السلام قال لهم هاتوا البقرة دي اتبحوها وخذوا حتة من البقرة حتة من لحمها واضربوا بالحتة دي الرجل اللي اتأتل فلما ضربوه بحتة اللحم اللي من البقرة ديت قام الرجل بعد ما كان مقتول وميت قام وقال لهم اللي اتلني هو ابن عمي ثم مات مرة اخرى دي كانت قصة من القصص قصة عجيبة جدا ان احنا نضرب حي نضرب ميت بجزء ميت فيخرج الميت ويبقى حي ويقول مين اللي اتله ويرجع تاني يموت مرة تانية قصة تانية حصلت برضو في يعني حينما مر عزير مر على قرية وهي خاوية على عرشها قرية اتدمرت وانتهت من مئات السنين او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها قال ان ازاي ممكن يحصل الكلام ده ازاي قال ان يحيي هذه الله بعد موتها فربنا ادى له اية عظيمة جدا فاماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه لم يتغير وانظر الى حمارك ولنجعلك اية للناس حتى الحمار نفسه اللي كان ميت دوت وتحور الى هيكل عظمي فجأة العظام تركبت ووقف وفجأة اللحم ابتدى يكسو العظام وفجأة وصل الجلد فوق اللحم وفجأة تلعر الشعر وفجأة نهق الحمار ثم بعد ذلك قال جل وعلا وانظر الى حمارك ولنجعلك اية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير دي القصة التانية للاحياء بعد الاماتة ان ربنا امات عزير وحماره واحياهم مرة تانية وخلاه يشوف احياء الحمار بتاعه قدام عينيه حتى حتى عظام وبعدين لحم وبعدين جلد وبعدين شعر وبعدين الصوت يطلع والروح تدب في ذلك الحمار اعزكم الله اية من ايات ربنا سبحانه وتعالى شن نعرف مدى قدرة الخالق سبحانه وتعالى وقدرة الحق جل وعلا لا يستطيع ان يحيط بها انسان على وجه الارض سبحانه وتعالى القصة التالتة لقصة الاحياء بعد الاماتة لما سيدنا ابراهيم خليل الرحمن عليه السلام لما اراد ان ينتقل من علم اليقين الى عين اليقين فقال ابراهيم واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال او لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله على كل شيء قدير الله اكبر واعلم ان الله عزيز الحكيم شيء عجيب جدا جدا شيء عجيب ان سيدنا ابراهيم خد اربع انواع من الطيور مختلفة مثلا حمامة ووزة وفرخة وبطة حاجات كده مختلفة وقطع رئاب الاربعة وخلى الرئاب بتاعتهم الرأس بتاعتهم في ايديه ورح رمى كل واحدة على تبت جبل على ما كان في الجبل وبعدين نزل سيدنا ابراهيم من فوق الجبل وهو ماسك الروس الاربعة ثم ادعهن يأتينك سعيا فلما جم الاربعة وهم بلا رأس وبلا عين والرؤوس في ايدين سيدنا ابراهيم فلما قربوا وصف سيدنا ابراهيم بقى يختبر الحاجات دي فبيحط مثلا للفرخة رأس البطة فترفضها يحط لها رأس الوزة ترفضها رأس الحمامة ترفضها حط لها رأسها قابلتها وعمل كده مع التلاتة التانيين فعشان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا ابراهيم شفت القدرة التي لا تحدها حدود وديكت الكصة التالتة لقصة احياء الموتة القصة الرابعة حينما شاهد بني اسرائيل سيدنا عيسى عليه السلام وهو يحيي الموت بإذن الله أمام عيونهم كان الناس مستغربة معقول سيدنا عيسى النبي الكريم وزي ما قلت لحضراتكم كل معجزة كانت بتختلف باختلاف الناس الذين بعث فيهم النبي يعني لما كان في عهد سيدنا موسى كان السحر متفشي جدا جدا بين قوم موسى عليه السلام فربنا سبحانه وتعالى أعطاه آية لما ألقى العصى وانقلبت حية كبيرة أكلت الحيات بتاعة الصحرة وحيات الصحرة أصلا ما كانتش حيات وإنما هم كما قال جل وعلا وصحروا أعين الناس واسترهابوهم وجاءوا بسحر عظيم يبقى إذن هم الصحرة رميين العصية بتاعتهم والناس شايفينها حيات لكن الصحرة شايفينها عصيان أو عصية مش شايفينها حيات إنما لما سيدنا موسى ألقى العصى إنقلبت حية فرآها موسى حية ورآها الناس حية ورآها الصحرة حية فعالموا أن هذا ليس بسحر وإنما معجزة أياده الله عز وجل بها ولما كان الطب وعلم الطب بقى والأشياء دي كلها والكيميا وكان ده كله قوم سيدنا عيسى كانوا متقدمين فيه جدا فربنا أكرموا بإبراء الأكمه والأبرص وأحياء الموتة بإذن الله سبحانه وتعالى القصة الخمسة في أحياء الموتة هي أحياء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت قال جل وعلا ألم طر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم فالله عز وجل قال لهؤلاء ألوف كرجى يخرجون وهم يخافون من الموت فقال جل وعلا لهم موتوا وبعد ما ماتوا قال ثم وثم تفيد التعقيب مع الطراخي ثم أحياهم وآخر قصة هي قصة هؤلاء الشباب اللي خرجوا ووصلوا لحد المقبرة وآموا صل ركعتين رجاء أن يخرج الله عز وجل لهم ميتا فما كان بعد الركعتين مباشرة إلا أن خرج لهم رجل ميت من القبر فتحدث معهم متكلم معهم إيه الأشياء اللي حصرت ما بينهم والكلام الذي ضار بينهم في تلك اللحظة العجيبة ده اللي احنا هنعرفه إن شاء الله بعد فاصل قصير صلى على الحديد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زي ما قلت لحضراتكم الناس اللي خرج دول الجماعة من الناس من الرجال خرجوا من بني إسرائيل وكان نفسهم يشوفوا حدي كان ميت ورجع مرة تانية علشان يقولولو انت شفت ايه بعد الموت لعل قلوبهم ترق وتزهد عن الدنيا وتزهد في الدنيا وترغب في الآخرة وبالفعل استجاب الله لهم بعدما صلوا ركاتين فأخرج لهم رجلا أصمر اللون بين عينيه أثر السجود ما شاء الله رجل صالح خرج فناداهم وخاطبهم منكرا عليهم ما فعلوه عايزوا لهم ايه اللي خلاكوا عملتوا فيا كده ليه سألتم المولى عز وجل أن يخرج لكم رجلا كان قد مات ثم أحياه الله عز وجل إيه اللي خلاكم تعملوا كده والله العظيم بيقسم لهم بالله أنا ميت من مئة سنة لحد الآن من مئة سنة لحد الآن وأنا أجد ألم وحرارة الموت لحد هذه اللحظة ثم طلب منهم أن يصلوا ركعتين وأن يدعوا الله عز وجل أن يرده مرة أخرى إلى قبره ولا يخرج بعد ذلك فدعوا المولى عز وجل فهذا الرجل إلى قبره حقيقة الكرامة دي عايزة درس جميل أو نتعذ به عايزة أقول لكل شاب وكل فتاة لكل إنسان أكلم نفسي وكلمكم وكلم كل مسلم على وجه الأرض وما فيش حد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأن العصمة دفنت يوم أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم عايزة أقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون لو إن واحد بيعمل نفس الزنب اللي حضرتك بتعمله أو نفس الزنب اللي حضرتك بتعمله والشاب دوت أو البنت ديت لأي حد فيهم مات وبعد أما مات وده مرارة الموت وألم الموت وشاف بسبب الزنب اللي مات عليه وهو ما تبشي منه لما مات ولم يتوب من ذلك الزنب وعذب بعد ذلك ربنا ربي يعفين وعفيكم فربنا أحياه مرة تانية ورجعلك علشان يقول لك ابعد عن الزنوب دي نصيحة أخوك ليك أنا موت وشفت سكراتي الموت عامل ازاي وشفت القبر عامل ازاي وشفت النار عامل ازاي أبوس إيدك إلحق وتوب هتعمل إيه هل ممكن تتجرأ على الزنب ده بعد الكلام اللي انت سمعته دوت أظن لا يمكن أبدا ولذلك شف حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعملوا صالحا فيما اترقت كان في واحد من التابعين اسمه رابيع بن خثيم رحمه الله رحمة واسعة وكل واحد في الدنيا يا جماعة بيشوف الأسلوب الأنسب بالنسباله اللي يذكروا بالله ويذكروا بالموت ويذكروا بالآخرة مش معنى كده أنا بقول ان أي حد ممكن يعمل لعمره ده رابيع بن خثيم رابيع بن خثيم لقى ان قلبه ابتدى يقسى شوية فعمل ايه؟ هو بيته كان بيت ليه في ناء كده واسع فرح حفر فيه قبر وبعد ما حفر قبر بقى كل يوم ينزل ينام في القبر ينام فيه كده ويغطي نفسه بلوح من الخشب ويتخال ان هو مات وبعد كده أول ما يحس باختناق وظلمة القبر وحاسس ان هو خايف يقوم فات ويقعد يسرخ يسرخ في القبر يقول رب ارجعون لعلي أعملوا صالحا فيما تركت ويكررها مرة واثنين وثلاثة وعشرة وفي الآخر يقوم فاتح الخشبة ويطلع يلاقي السماء ويلاقي الهوى ويلاقي الدنيا الجميلة دي فيقولها انت يا نفسه قد عدتي فعملي صالحا كما وعدتي ده كان فعل الربيع ابن خثيم الحقيقة الموت بيهذب الإنسان ذكر الموت بيخلي الإنسان يعرف ان الحياة لن تدوم لما لقي الفضاير ابن عياد رجلا كان غافرا عن طاعة الله وكان سنه كبير فالفضاير ابن عياد قال له كم عمرك قال ستون سنة فقال الفضاير سبحان الله انك منذ ستين سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل فكإن راجل بيسمع الكلمة دي الأول مرة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون فقال الفضاير هل تعلم معنى تلك الكلمة قال أجل أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع فقال له الفضاير يا هذا من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابه فهل أعددت للسؤال جوابه قال لا ما الحيلة يرحمك الله قال الحيلة يسيرة قال ما هي قال أن تتق الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى قال جل فعلا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم يستحب ليك أخوي وحبيبي ويستحب ليك أخت الفاضر أن احنا دايما نتذكر أن احنا مقبلين على الله سبحانه وتعالى وأن الدنيا لن تدوم لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا قال له إنك ميت وإنهم ميتون وقال له وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت يستحب لي أن احنا نتذكر الموت قال صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقين بإسناد حسن أكثروا ذكر هذه من لذات الموت قطروا من ذكر هذه من لذات اللي بيهدم اللذات ويقرها فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه ولا ذكره في سعة من العيش إلا ضيقها عليه إيه معنى الكلام دوات؟ إنه لو إنسان فقير إنسان مبتلى إنسان معذب في حياته مجرد ما يذكر الموت مدام هذا الإنسان راضي عن قضاء الله ومدام إنه عنده طاعة لله سبحانه وتعالى يقول له تأكد إن ربنا هيكرمك لإن الإنسان دوات مدام راضي بقضاء الله وبيعمل بطاعة الله فمجرد ذكره للموت بيفكروا إن في الآخر في جنة عرضها السماوات والأرض فكأنه بذلك يوسع عليه حياته ويوسع دائرة الأمل ودائرة الإحساس بالشعور بالسعادة بسبب ذكر الموت بفضل الله سبحانه وتعالى وإذا ذكره الإنسان وهو غني في الدنيا ولكنه بعيد عن طاعة الله سبحانه وتعالى فإن ذكر الموت يضيق عليه حياته وينغص عليه عيشه ولذلك تجد الإنسان الغني البعيد عن ربنا تجده دايما ما يحبش حد يذكره بالموت أما الإنسان الغني الطائع لله والفقير الطائع لله وأي إنسان طائع لله لما تذكره بالموت يقول لك يا سلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ومن كره لقاء الله كره الله لقاء الإنسان فعلا لازم يتذكر الموت ولذلك النبع السلام قال لكنت قد نهيتكم عن زيارة الكبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة دايما كده الإنسان لازم بين الحين والآخر يروح يزور الكبور كنت دايما كن ماشي بعربيتي وما عنديش أي ارتباط والله الذي لا إله غيره فأحيانا بعدي بعض الأماكن ألاقي مثلا جنازة ودخل على المقابر أروح راكن عربيتي وأنا معرفش مين الميت أروح راكن عربيتي وماشي وراهم أدخل هي نصف ساعة أدخل معهم وهم بيدفنوا أقول موعظة على القبر وأنظروا للميت وهو نازل القبر وأتخيل نفسي مكان الميت دا وأذكر مرة في دفن أحد أقارب زميل من زميل كنت حضرت الجنازة ونزلت يومها ودكت أول مرة أعملها في حياتي أنا ياما نزلت في كبور من أجل دفن الموتة وإني بحب أنزل إني بنزل النازلة ديت بطربى لمدة شهر كامل بحس إن قلبي فعلا مليء بالزهد في هذه الدنيا وعندي إقبال شديد جدا على الأخيرة بسبب النازلة اللي بنزلها ديت رغم إنه نازل وطالع ومال لو نازل ومش طالع سبحانه الملك زيك المولة سبحانه وتعالى يقول لك ألهاكم التكاثر شف فجأة شف سياق الآية عملت زي حتى زرتم المقابر عمل زي إيه؟ عمل زي إن فرعون على فين؟ العلوة بيكون فين؟ في السماء لا شف الآية بتقول إيه؟ إن فرعون على في الأرض لإنه علوة دنيوي فمهما عليت ومهما تكاثرت بالأموال والأولاد والجاه والمنصب وفي النهاية نازل للأرض إن فرعون على في الأرض ألهاكم التكاثر تكاثر في الأموال والأولاد والجاه والمنصب والسيط والغنى والشهرة حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سبحانه الملك سبحانه وتعالى فيوم الجنازة دي تروحت وانزلت في القبر ونمت نمت في القبر وقلت الإخوان هما شايفيني كده ويبصوري من شايفيني القبر ترهم والله العظيم لو أضمن القبر دوت يبقى روضة من رياض الجنة بالنسبالي والله ما خرجت يا سلام ياريتنا التعذ وياريتنا تذكر إن في يوم فعلا سنلقى فيه المولى عز وجل شفتوا قد إيه ست مرات حصل إحياء للموتة وذكرت لكم الست مرات قد إيه إن الإنسان محتاج إن ربنا يحيي موات قلبي اللي قلبه مات يدعو الليلة إن ربنا يحيي قلبه واللي قلبه إيسي يدعو ربنا إن ربنا ينجي من قصوة القلب ربنا يرزقني وإياكم قلبا حيا منيبا مقبلا على الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابه وسلم